بلحفة المؤمنين الذين يتعجلون لقاء ربهم في بيته العتيق انكب حجاج الأردن قبل التوجه لأداء فريضة الحج على شراء هدايا الحج لمن استطاع إليها سبيل من السوق المحلية والأسباب عديدة فعلى أحر من الجمر تنتظر عائلة أبي أحمد عودة أحبتهم من الديار المقدسة فإدخال الفرحة إلى قلوب الصغار والكبار غاية المراد بعدما أدى الحاج لله ما لله الناس صارت تروح للحج بأيام معدودات والأيام هاي الهدف منها عبادة وفي نفس الوقت سابقا كانت الناس تروح تتعبت ومن ثم تتفرغ للشراء والاحتياجات اللي هم لها الآن ما عد هذا الحكي موجود لأنه صارت سفر طيران محدد بموايد محدد بكمية اللي تكون حاملها بالطيارة فالسعر يعني إذا ما كان متساوي فهو عندنا أقل وفي نفس الوقت يعني أنت الآن بتوفر وقت حتى تكون عملية العبادة إليك كويسة بعد عامين من الانقطاع عادت الحياة إلى محال هدايا الحجاج وها هي عجلة البيع والشراء تدور على نحو تدريجي من ناحية كم النوع على الإقبال الضعيف لأن نسبة الحجاج أقل الأعمام السابقة كانت 15 و20 ألف الآن ما بتجاوز 5 ألف فهذا أثر الشحن أثر التوريد البضاعة أثر ظروف الناس المعيشية وأولوياته أثر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الاستعداد والاستقبال حجاج بيت الله الحرام يجري على قدم وساق مهللين مكبرين والله داعين أن يعود أحبتهم بسلام وأمان لانا شهين عمان قال ما يدين